اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المستويات كافة والتي تعكس رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله لتحقيق مزيد من الانجازات الواعدة على صعيد التعاون والتكامل المشترك وذلك في اطار الالتفاقيات والمبادرات المثمرة التي تمت بين البلدين الشقيقين ومنها برنامج تكامل والذي من خلاله يتم معاملة المنتجات المصنعة في البلدين بالمثل والذي يأتي ضمن مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء واخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الاسعود ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهم الله وهو ما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ استدامة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين ثم شد المجلس بحصول جواز السفر الالكتروني لمملكة البحرين على جائزة النقطة الحمراء ريد دوت العالمية للتصميم الفين واربعة وعشرين والتي تعد أعلى مستوى في مسابقات التصميم العالمية وتمثل تقديرا دوليا مميزا للمعايير النوعية المتبعة في التصميم وهو ما يعكس تميز جواز السفر الالكتروني للمملكة بعدها وجه المجلس وزارة الخارجية بأهمية تعزيز التوعية للمواطنين المسافرين بإرشادات السفر والتأكيد على اتباع الأنظمة وجراءات الأمن والسلامة في الدول المسافرين إليها مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية التزام المواطنين بالتحذيرات الصادرة عن وزارة الخارجية بخصوص السفر إلى البلدان التي تشهد أوضاعا أمنية غير مستقرة بعد ذلك أكد المجلس أهمية مواصلة خلق الفرص النوعية أمام الشباب والاستثمار فيهم بما يسهم في تحقيقهم لتطلعاتهم وينعكس على نماء وازدهار الوطن لافتن إلى سامات المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في دعم جهود الشباب من خلال المبادرات المختلفة بما يعزز من روح الابتكار والتميز لديهم وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للشباب من جانب آخر حذر المجلس من خطورة عمليات التصعيد في المنطقة وتداعياتها على الأوضاع الأمنية وزيادة حدة التوتر والعنف وتأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط مؤكدا موقف مملكة البحرين الرافض للعنف السياسي وداعيا جميع الأطراف إلى ضرورة تجنب التصعيد والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة مشيرا إلى همية مساندة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لجهود دول المنطقة لخفض التصعيد والتوتر لانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي بعد ذلك وفق المجلس على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الحساب الختامي المحل للدولة والنتائج النهائية للسنة المالية 2023 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات بقانون وثلاثة اقتراحات برقبة مقدمة من مجلس النواب مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة التفاهم بين كلية البحرين التقنية بولي تيكنيك البحرين ومؤسسة لينك فاونديشن لتعزيز التعاون بينهما في المجال الأكاديمي والعلمي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين كلية البحرين التقنية بولي تيكنيك البحرين وسفارة جمهورية كوريا في مملكة البحرين مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين وشركة الأسرة للاستشارات والتدريب في دولة الكويت للتعاون والشراكة المجتمعية التطوعية للمشروع الوطني التنموي أتمنى لتنمية التعليم مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بمملكة البحرين ووزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية للتعاون في المجال الرياضي بعد ذلك استعرض المجلس المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من العام 2024 والذي أظهر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 3.3% مدعوما بنمو القطاع النفطي بنسبة 3.4% بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3% مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية بشأن مؤشرات سوق العمل لنصف الأول من عام 2024 والتي أظهرت استفادة 12.555 مواطنا من الفرص الوظيفية التي تم توفيرها والذي يمثل 63% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو توظيف 20.000 بحرين سنويا موجهنا المجلس في هذا الصادد الشكرى والتقدير لجميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتي أسهمت في توظيف البحرينيين خلال النصف الأول من عام 2024 فيما أظهرت تقرير كذلك تدريب 8.637 مواطنا خلال النصف الأول من عام 2024 والذي يمثل 86% من الهدف السنوي للأولوية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وهو تدريب 10.000 بحريني مذكرة سعادة وزير شؤون البلدية والزراعة بشأن النسخة الحديثة من الدليل الموحدة اشتراطة ترخيص البناء ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في مراسم أداء رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليمينة الدستورية نتائج المشاركة في معرض فانبراد دولي للطيران المشاركات الخارجية لوزراء مملكة البحرين وزيارات وزراء الدول الصديقة إلى مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر